لا حركة جدياً معلناً لتأليف حكومة في لبنان فيما الرئيس ميشيل عون يعتبر أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الشروط والشروط المضادة أطاحت بالتفاؤل الذي أشاعه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عندما أكد أنه سيبيت في القصر الجمهوري إلى حين تأليف الحكومة الأطراف السياسية اللبنانية تنقسم في النظرة إلى الاستحقاقات الدستورية علينا أن نعمل لانتخاب رئيس جمهورية لأن تعويم حكومة هو تسليم بأنه لا يوجد انتخابات رئاسية وأيضاً التسليم بعد موجود انتخابات رئاسية هو الذهاب إلى الفوضى أما التيار الوطني الحر فيعتقد أن وجود حكومة كاملة الصلاحيات يجنب البلاد الجدل الدستوري بشأن تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها اتخاذ أي قرار بغياب أي ثقة عنها من مجلس النيابة ومن وضعها الحيل اليوم وجود حكومة كمان سيساعد بأنه استمرارية العمل بالدولة في وقت يكرر حزب الله في أكثر من مناسبة أن الأولوية لتأليف حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لإنقاذ لبنان من التخبط السياسي المحتمل في حين تعتقد قوى حزبية أن الأولوية هي الانتخاب رئيس للبلاد مع انفتاحها على تعويم الحكومة الحالية طبعا مفيد أن يكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات لأنه كما لا نفوت بسجال دستوري وسجال صلاحيات ومثاقية إذا لا سمح الله مصار انتخاب رئاسي بوقته علم أننا ندعو ونحن سنشارك بانتخاب رئيس جمهورية في وقت الدستوري الرهان في لبنان على تأليف حكومة لمواجهة الاستحقاقات كتثبيت الحدود البحرية وكذلك معالجة أزمة النزوح السوري فضلا عن تنفيذ خطة التعافي لوقف الانهيار الاقتصادي المتدحرج مع غياب التوافق الداخلي على تأليف حكومة أو تعويم الحكومة الحالية قد يفتح الباب مجددا أمام الجدل الدستوري بشأن انتقال صلاحيات الرئاسة إلى الحكومة وكذلك قدرتها على اتخاذ مواقف مصيرية عباس صباغ بيروت الميادين